إذن اليوم بدنا نحكي عن أشيرة هذا العرض اللي أكيد متشوقين إننا نحضره فيه أكيد رح نحكي أكتر عن كل هاي التفاصيل ولكن من البداية خلينا نحكي عن فرقتكم فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية نشأتكم قدي صار لكم 60 ما شاء الله يعني من السبعينات ولسا نكملين لليوم صحيح فرقة الفنون اتأسست بـ 79 بشهر 3 من هداك الوقت لليوم استمرت الفرقة وبنت تجربة فريدة من نوحة بفلسطين التجربة امتدت طبعا للوطن العربي كمان اليوم أعضاء الفنون بوصلوا أكتر من 200 عضو كلهم متطوعين يعني أعضاء الفرقة هم ملتزمين بس أخلاقيا وفنيا نتجاه مشروع الفرقة الفرقة أنتجت أكتر من 15 عرض فني ولفت فيهم حول العالم قدمت أكتر من 1500 عرض بفلسطين وبالوطن العربي بأميركا بكندا بالصين بروسيا بأوروبا لفت كتير وكمان بتسوي مشاريع لها علاقة بتدريب الدبكة في المواقع في القرى أو في الأحياء اللي ما بتوفر عندهم هاي المجالات وكمان بتقدم عروض فنية في مناطق ما فيها مسارح يعني نروح على موقع نبني المسرح تعنا من الصفر ونجيب الناس بس يحضروا العرض وكمان الفرقة بنت تجربة فريدة من نوحها لأنها ما استخدمت الدبكة بشكلها التقليدي أو بإطار نمطي خيني حكي العكس كانت دايما بتطور عليه وبالإضافة كمان أنه الأغاني اللي أنتجتها الفرقة اكتسبت حب الناس حب الجماهير فصارت الناس تسمع أغاني الفرقة في المناسبات زي الأعراس أو بالمناسبات السعيدة فالفرقة أخذت هاي الأهمية في المجتمع الفلسطيني واستمرت كل هاي السنوات لأن الجمهور ضل حضنها يعني في أكتر من 43 سنة عمر الفرقة ما شاء الله وإن شاء الله سنين أطول وأطول إذا اليوم بدنا نحكي عن أعمالكم العروض زي ما ذكرت أكتر من 1500 عرض ذكرت حول العالم قدمت و15 عمل قمتوا فيه اليوم نحكي عن الأعمال اللي عم بتقدمها فرقة الفنون ذكرت لنا بأنه هي مش بس دبكة مش مجرد دبكة وفول كلور هي فيه فن كامل متكامل إحنا عرض منحضره منستمتع فيه بس مش بس إنه بمجرد منحضر دبكة إيش الأمور الأخرى أو العناصر الأخرى اللي بتكون موجودة داخل عروضكم صحيح شوفي الفنون بلشت من بداية الدبكة بشكلها التقليدي ولما نحكي الدبكة إحنا عم نحكي عن يعني كيف بيحكوا الباحثين بين 20 إلى 25 حركة في المنطقة يعني عم نحكي عن أردن فلسطين لبناء نسوريا هي نفس القالب الحركي لما بلشت الفرقة بلشت على هذا الأساس بس بعدين أعضاء الفرقة المؤسسين الأوائل صاروا يروحوا على الأعراس في المناطق الشعبية وصاروا يشوفوا اللويحة اللي هو قائد صف الدبكة شو بيعمل وكيف بيطلع عن الحركة التقليدية ويعمل حركات ارتجالية شوي شوي صغروا كمان أعضاء الفرقة يتعلموا هذا النمط وصاروا هم يطوروا على حركة الدبكة شوي شوي صرنا لما طلعوا أعضاء الفرقة وتعرفوا على أنواع رقص وصاروا أنواع تقنيات جديدة كمان اتطورت عندهم الأليات فبطل فيه بس إشيء اسمه دبكة بشكلها التقليدي صرنا نستلهم من مصادر رقص أخرى في المنطقة بتحس أحيانا أنت من هدول بيعملوا مش دبكة 100% مظبوط لأنهم متأثرين بكتير قضايا تانية هذا على صعيد الحركة على صعيد الموسيقى كمان القالب الفلكلوري يعني بشكله التقليدي خلص الناس حفظه وعرفه بس صار في عندك جيل جديد صار بدي يسمع أشياء تانية فدخلت أموات مصاب مش بس جيل قديم بيحب الدبكة كمان الجيل الجديد صار أنه بتطلع لتجربة الفرقة بشكل غير تقليدي كمان الفرقة قدرت تتأثر على كتير الناس بهذا الشكل كمان اليوم بدينا نحكي عن عرض أشيرة حضراتكم اليوم موجودين كفرقة شعبية الفلسطينية اليوم أنتم موجودين في الأردن عندكم عرض أشيرة بدكم تقدموا لأول مرة في الأردن ولكنه تم عرضه في فلسطين تحكي لنا أكثر عن هذا العرض مكان العرض وقت العرض والتاريخ أيضا صحيح قبل التفاصيل بس أحكي لك شوية عن العرض أشيرة هي قصة ملحمية مستلهمة من الميثولوجيا الكنعانية أشيرة هي قصة فتاة يعني بتنمنح غصن وبتعطي الغصن هاد للناس وبس يعني بصير فيه عقاب لإلها لأنها أعطت إشي ما بنعطى فبتعمل الخير على الناس بعدين بصير فيه حار بتتدمر المدينة وبتتعاقب أشيرة بالنسيان وهذا كتير بشبه اللي بتعرض له اليوم الشعب الفلسطيني أنه بحاول دائما ينضغط على أنه ينسى فإحنا استلهمنا هذا العرض وحاولنا نمزج ما بين الميثولوجيا والتكنولوجيا اللي عم نعيشها اليوم وكيف هي عم بتنسينا من إحنا كأفراد العرض هو مدة خمسة وستين دقيقة بشارك فيه أكتر من أربعين راقص الموسيقى اشتغل عليها أكتر من سبع ملاحنين أو تمن ملاحنين عفواً شارك بالعمل الفني كله أكتر من مئة فنان بين راقصين وموسيقيين و بين سنوغرافيا و أزياء و السينما و كتير تفاصيل تانية العرض تم افتتاحه بـ 2021 برمالة بقصر رمالة الثقافي ومن هذاك الوقت نعرض كتير في رمالة و أخذ ردود فعلة كتير عظيمة أول مرة بيطلع بره فلسطين و هيجي على الأردن لأنه إحنا منعتبرين طبعا أن الأردن تاني مكان مباشرة بعد عروض الفنية هي الأردن وإحنا منشتغل في الأردن إلنا سنين بشركاتنا مع مسرح البلد تحديدا عم نقدم عروض فنية أول مرة أجت الفرقة على الأردن بمهرجان جراش بعرض فني بمرج بن عامر بعدين ظلت استمرت في 2014 و 2016 و 2018 وهينا اليوم في 2023 العرض رح يكون بقصر الثقافة بالمدينة الرياضية يوم الجمعة القادم ساعة سبعة ونصف مساء نعم إذا من نحكي كمان عن هذه الجولة زي ما ذكرت دائما الأردن عم بيكون في الوجهة الأولى بعد فلسطين بأنكم تقدموا عروضكم نحكي أيضا عن الجولات اللي قمتوا فيها والعروض أيضا اللي قدمتوها على المسارح الأردنية قدمنا عرض مرج بن عامر زي ما حكيت لك في البداية في مهرجان جراش وكمان قدمنا عرض اسمو طلط كمان برضو في مصرح قصر الثقافة في المدينة الرياضية قدمنا لوحات من أعضاء عامة من فرقة الفنون كمان يعني تعرفي الدبكة بفلسطين وفي الأردن وفي المنطقة عموما هي شيء مهم للناس فكل طلعة أو روحة أو جاية لأي مكان في العالم لازم نمرق الفنون لازم نمرق الفنون على العمان ونحس أنه جمهورنا لازم نضلع تواصل معه في الأردن وكمان مش بس اقتصر الموضوع على تقديم العرض الفنية كمان أسسنا فرقة الدبكة في الأردن كمان عنا علاقات كتير منيحة مع الفرق الدبكة الموجودة هون كمان بالأردن ونعمل على تدريب ونعمل على مشروع فني كمان فعنا عنا أرضية كتير منيحة في الأردن نعم نعم وإحنا دائما ساعدين بوجودكم بالأردن وأكيد تقدموا هذه العروض الرائعة بدي أرجع أناس لنقطة ذكرتها وحكيت بأن العروض اللي أنتو بتقدموها هي مش بس فولوكلور مش بس دبكة في عروض يعني بيكون فيها كتير أنواع من الفنون وبتستلهموا وبتاخدوا من الدبكات والرقصات بمختلف أنحاء العالم وبتضيفوها على عروضكم اليوم لما نحكي عن فرقة الفنون الشعبية الفلسطينية هي عم تنقل أيضا الموروث الفلسطيني والتاريخي اللي احنا عم نعمل على ترسيقه في المنطقة مش زي ما آخرين عم بيحاولوا أنهم يخفوا أو يخبوا أو حتى أنه يتم إزالة هذا التاريخ من خلال هذه العروض الفنية اللي عم بتقدموها أدي هذا عم بوصل للشباب وعم بيرسخ الهوية الفلسطينية على الأراضي العربية وتحدينا على الأراضي الفلسطينية شوفي عشان أكون دقيق بالتوصيف في نظرة تقليدية أو نظرة خلينا نسميها هيك صورة نمطية إنه اللي بيشغل بالفلكلور في الدبكة هو إشي تقليدي وعادي إحنا بالنسبة إنه الفلكلور كائن حي ينمو يتطور مع الناس اللي كان قبل مئة سنة مع جدي ما بيزبط اليوم أنا أعيشه بس باب يعني إنه أنا أقطع هاي العلاقة اللي عملته الفرقة هو تماما نهات هو خلت الناس اللي ابن الألفين وابن الألفين وعشرة اللي هو ببراعم الفنون اللي هما الجيل الأصغر من الفرقة يحس إنه هذا الفلكلور هو وسيلة التعبير فيه عن حاله أنا صرت أستخدم الغناء والدبكة لأعبر فيه عن حالي بقضاياي أنا اليوم اللي عايش بألفين وثلاثة وعشرين وهذا كمان خلّ الفرقة عندها استمبرارية عضوية كيف يعني؟ يعني الجيل اللي أسس راحه وأضع طريق وأعطى كل شي أجي جيل تاني حمل الفرقة وحمل مشروح الفني بقضاياه هو فكملت الفرقة واستمرت إنعاكس سياسيا كمان أنه الناس حست أنه هي كمان قادرة تعبر من خلال الفلكلور والتراث بشكلها وقضاياها اليومية هذا كيف يعزز الهوية بالآخر أنه إحنا شعب حي شعب عايش شعب مشمية نعم وإن شوالله دائما بتظلوا عايشين على أراضيكم الفلسطينية أهلا وسهلا بحضرتك أنس أبو عون عضو في فرقة الفلون الشعبية الفلسطينية أهلا فيك شكرا جزيلا لك